مرحبا بكم مع أعزائي الطالبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصف الثاني المتوسط المنهج الجديد درست اليوم اليونت السابع الدرس التاسع أنوان الدرس أو هو درس مخصص للمراجعة مثل ما تعود بالوهدات السابقة الدرس التاسع من كل يونت يعتبر مراجعة للمواضيع اللي أخذناها خلال هذا اليونت قبل ما نبدأ للدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب يجب فيسبوك ريسال طاعس المدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني متوسط نبدأ بالدرس يونت 7 راوندا اليونت السابع درس المخصص للمراجعة في هذه الوحدة لقد تدربت على المواضيع اللي أخذتها خلال هذا اليونت هي كالتالي أولا قراءة العناوين الصحف وفهم معانيها احنا أخذنا بالدرس الأول من هذا اليونت أنه لما ينطينا عنوان هذا العنوان يجب أن يكون مفرغ من أو محذوب من عنده لفعال مساعدة حروف الجار إلى آخره شرحناها بشكل مفصل على سبيل المثال العالم يصبح أكثر ودفعا يقول العلماء فهذا العنوان إذا أردى رجعت إلى الجملة الأصلية مالتا العالم يصبح أكثر ودفعا يقول العلماء نظر هنا يقول لي حذفة THE والإز اتفقنا سابقا لنحذف الثا والأي الآن الضوات التنكير والتعريف الأفعال المساعدة حروف الجار إذا جتوية الفعل الرئيسي أو الآخره هذا هو موضوع شرحناها بشكل مفصل في الدروس السابقة وهذا تحب أن ترى شرح المفصل للمواضيع بالدرس الأول الموضوع الثاني اللي أخذنا ميزنا بين استخدام الشد اللي تستخدم ليعطاء النصيحة والمست اللي تستخدم ليعطاء الأوامر وكذلك ميكينغ أفرز عمل العروض على سبيل المثال لدي بعض الأقراص سوف أجلبها إذا تذكرون المقطع الخاص بالمزاد الخيري مجموعة من الطلاب اتفقوا انه يسوون مزاد خيري كل واحد من دول الطلاب اتفقوا انه يجيب من عنده شيء ويخليها بهذا المزاد الخيري والفلوس من هذا المزاد الخيري تنأرض او يودوها للناس اللي محتاجتها واللي ميقدرون يروحون للمدرسة كذلك أخذنا الموافقة او التعبير عن الموافقة وعدم الموافقة اتفقنا انه اذا نريد نوافق شخص على رأي معين نقول له انا اتفق معك انت على حق واذا كنا غير موافقين الرأي نقول اي ديس اجري اي ثنك يو ارونك انا غير موافق اعتقد بانك خاطئ اللي بعدها شرحنا الفرق بين المي والميت اللي تستخدم لعطاء الاحتمالية اذا شيء سوف يحدث او محتمل ان يحدث في المستقبل فعبرنا عنها باستخدام قاعدة المي والميت وشرحناها بشكل مفصل بالدروس السابقة اما البقية فهذه انشطة صفية كذلك شرحناها منها تمارين سماعية منها تمارين محادثة الى اخره لحد الان ماكف شيielen مهم منين من ي Raumتحانت تحريري ننتقل الى كتابا النشاط هاته من التمارين اللي رحان نحلها بعضها تمارين مهمة جدا 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 بعمتحان التحريري وكذلك امتحان اخر السنة لببدايه لابداء هتين لي كلمات اللي رحن نحلها للحفظ املاء املاء ومعناه لأنهم يخفظون بسؤال ترمي على سبيل مثال هاي الكلمة شن الحروف الناقصة بها هذه كلمة pollution pollution معناها تلوث فتكتب بهذه الطريقة الحروف الناقصة ال-L وال-T وال-I فتصبح pollution معناها تلوث النقطة الثانية أو الكلمة الثانية education شن الحروف الناقصة حرف ال-C وال-T وال-I وال-O education معناها تعليم الكلمة الثالثة كلمة disappear disappear معناها يختفي الحروف الناقصة ال-A وال-I وال-I الكلمة اللي بعدها كلمة coat coat معناها معطف الكلمة اللي بعدها كلمة coast معناها ساحل الكلمة اللي بعدها كلمة coal معناها الفحم الكلمة اللي بعدها كلمة truck معناها شاحنة والكلمة الأخيرة كلمة earth معناها الأرض هذا ما يخص التمرين رقم واحد التمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري زين أستاذ شون يجينا بالامتحان وشون نقدر أجاوب عنه على سبيل المثال جاب لي بالامتحان كلمة call همنا منطيني حروف ناقصة ومن ثم عدل لياها قال لي هذي رح أصير call زيان على سبيل المثال هاي الكلمة بها حروف ناقصة هم كذلك أريدك تكمل لياها فأنت لازم تكملها باستخدام الحروف الناقصة أو الحروف المناسبة لها مثل ما حليناها بتمرير رقم واحد فذلني كلمات للحفظ إم لآن أما تمرير رقم اثنيا يقول لي complete the sentences اكمل الجمل التالية use the words from the box باستخدام كلمات من الصندوق كذلك هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري شون يجيني؟ يجيني على شكل اسقاطات تعرفنا سابقا شنو تمريني الاسقاطات فبالبداية نجي نترجم الكلمات desert معناها صحاري أو صحراء education استونا أخذناها تعليم hunted معناها يتم استيادة letter معناها نفايات أخذناها أكثر من مرة melt معناها يذوب كذلك أخذناها nuts معناها شباك شبكة rise معناها يرتفع wasteful معناها مسرف أو إسراف يعني مبذر هسا نجي نسقط ذن الكريمات أمام الجملة المناسبة لها حسب المعنى فجملة الأولى يقول children in some countries are too poor الأطفال في بعض البلدان جدا فقراء to get any ليحصلوا على أي فراغ هاي الجملة أخذناها بشكل نصي بالدروس السابقة أنه عرفنا أن بعض الأطفال في العالم فقراء جدا ولا يستطيعون الحصول على شنو على education على تعليم كافي فبالتالي إذا تذكرون المزاد الخيري هي هاي الفكرة مالتا أنه بعض الطلاب بالعالم ما يقدرون يحصلون على تعليم فبالتالي لازم يدفعون فلوس فذولا سووا مزاد خيري على مجسادون هؤلاء الأطفال جملة الثانية إذا القمم الجليدية فراغ اتفقنا سابقا أنه الاحتباس الحراري أو ظاهرة تغير المناخ تؤدي إلى شنو تؤدي إلى ذوبان القمم الجليدية فأقول إذا ذابت القمم الجليدية شن اللي رح يصير ذكرناها بدروس سابقة قلنا إذا ذابتت القمم الجليدية منسوب سطح البحر رح يرتفع إذن مستوى سطح البحر يرتفع الدبابة القطبية فراغ من أجل الفر ومالتها يتم اصطيادها من أجل الفر ومالتها إذا نقول له فراغ على الشوارع يبدو فضيع شنو اللي بالشوارع يبدو فضيع أكيد النفايات فأقول النفايات على الشارع تبدو فضيعة ترك كل الإنارات مشتغلة يعتبر جدا فراغ يعتبر شيء جدا مسرف فراغ فراغ تستخدم للإمساك بالسمك شن الشيء اللي يتم استخدامها للإمساك بالسمك أكيد الشباك أو الشبكة فأقول له الفراغ المتحركة أو تحرك الفراغ مؤذي للبيئة قلنا متحرك الصحاري أو الصحاري المتحركة أو الظاهرة التصحر اللي سميناها بدروس السابقة هذا ما يخص تمرير رقم اثنين مثل ما وضحنا هذا التمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري حاولوا سجنوا هاي الحلول بدافتر وتحوضوها لأنها راح تفيدكم بالامتحان التحريري المتحانة خير السنة تمري رقم ثلاثة كذلك شي يقول لي هذني يقول لك أنا هالمرة منطيك إياها بالعكس هالمرة أنا منطيك عنوان أريدك تحول إياه على على جملة كاملة نحن سابقا كان ينطينا جملة كاملة شي سويها سويها هيدلاين يعني سوي ليها عنوان هالمرة بالعكس أنا منطيك عنوان أريدك سوي ليها جملة كاملة فهنانا مثلا على اسم المثال واحد شي يقول يقول قال السائق ليس خطأي فهنانا شنو الشي المحذوف لازم أرجع للجملة أقول له على اسم المثال أو أقول ليس خطأي أو لم يكن خطأي قال السائق شوفوا هنا الـ the كانت محذوفة الـ it والـ was كانت محذوفة إلى آخره توقف السباق بسبب الجو السيء شين الكلمات اللي كانت محذوفة ولازم نرجعها بالجملة الأصلية على اسم المثال أقول له السباق تم إيقافه بسبب الطقس السيء two killed in a hotel fire اثنان قتلوا في حريق الفندق شين الكلمات اللي كانت محذوفة أقول له two men were killed رجلان تم قتلهم in the hotel fire هذا مجرد تمرين للتدريب على موضوع الـ headlines لكن هالمرة منطينيها بطريقة مختلفة لذلك هو بالعادة من المفترض إذا أراد يجيب ليها بالامتحان يجيب لي هاي الجملة مثلا على اسم المثال ويقول لي حول ليها إلى headline فإنت أخذت الملاحظات ما تحويل الجملة العادية إلى عنوان فإنت تحذف الفئر المساعد تحذف في الث تحذف في الآي والآي إن إلى آخرها أخذناها بشكل مفصل بالدروس السابقة أما تمريل رقم أربعة complete the sentences using should or must شوفوا هنا ناشي يقول لي يقول لي أما تستخدم لشد أو تستخدم لمصد الشد احنا اتفقنا للنصيحة والمصد تستخدم للأوامر فعلى سبيل المثال يعني المصد تكون أكثر للزامة people who need glasses الناس اللي يحتاجون مناظر طبية فراغ have an eye test فراغ يحظوا باختبار عين هذا اللي المفروض يروح يلبس مناظر أو يروح للطبيب على موضة يكتب له على مناظر طبية عليه أن لو يجب أن يحظى باختبار عين هو شلون يقدر يحدد الدرجة مع بعينه مع القصر البصر أو بعض البصر اللي بعينه إذا ما يسوي الاختبار فبالتالي هذا الشيء الزامي ضروري لو كنصيحة هذا الشيء الزامي لازم يسوي we for all eat plenty of fruit and vegetables نحن فراغ نأكل الكثير من الفواكه والخضروات it's good for us إنه جيد لنا هذا الشيء كنصيحة لو كالزام نانا هذه تعتبر نصيحة طبية فأقول له we should all eat plenty of fresh fruit and vegetables علينا أن نأكل الكثير من الفواكه والخضروات مو يجب علينا أن نأكل الفواكه والخضروات لن تعتبر كنصيحة طبية اللي بعدها people for all stop and think before they drop letter الناس عليهم أن لو يجب أن يتوقفوا ويفكروا قبل أن يرموا النفايات هذه تعتبر كنصيحة إحنا لازم ننصح الناس أن يتوقفون ويفكرون قبل ما يشمرون النفايات من يقدر نجبرهم أجبارا a mechanic for all know how to repair car الميكانيكي عليه أن لو يجب أن يعرف كيف يصلح السيارة طبعا هو ميكانيكي إذن هو لازم يعرف يصلح السيارة كيف هو ميكانيكي إذا ما يعرف يصلح السيارة إذن هذا الزام إذن أنا أقول له must هذا ما يخص تمرين رقم أربعة هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري يجيني مثل ما هو على شكل اختيارات ننتقل إلى تمرين رقم خمسة يقول لي either agree or disagree with the statement نانا يقول لك أما توافق أو ما توافق هذه العبارات مثلا يقول لك we don't need wild animals نحن نانا تاجد الحيوانات البرية لذن disappear دعوها تختفي نانا هذا الكلام أنتم موافقة لما موافقة نحن سابقا اتفقنا نداريد نوافق أقول له على سبيل مثال I agree أنا أوافقك I think أنا أعتقد You are right بأنك على حق هاي إذا تريد توافق إذن إذا ما تريد توافق أقول له I disagree أنا غير موافق أو أنا لا أوافقك I think you are wrong أعتقد بأنك مخطئ فأنت كيف جاوب على هذه الجمل بالطريقة التي تشوفها مناسبة يقول لك أنت أما توافق أو ما توافق مثلا We should help poor people علينا أن نساعد الناس الفقراء فإنت ذا توافق وتقول له I agree I think you are right أنا أنا أوافقك أعتقد بأنك على حق وإذا ما توافقه نفس ما تتفقنا إيش لما نوافق هذا مجرد نشاط صفي للتدريب على الموافقة وعلم الموافقة غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا أنه درس مهم جدا بالكثير من التمارين المهمة هذه التمارين تعتبر مراجعة للمواضيع السابقة بعضها يجيني بسؤال الملا بعضها يجيني بسؤال الإسقاطات بعضها يجيني بسؤال الإختيارات بعضها من الممكن يجيني بسؤال القواعد مثل التمرين المتعلق بالهيدلاين اللي هو تحويل الجملة إلى عنوان إلى آخره حاولوا تسجلون هذه الملاحظات بدأتوا تحفظوها لأنها مهمة جدا بامتحان التحريري وامتحان أخير السنة ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو السفسارة أو وضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات المجدد في الفيديو في الوصول